انقسم الناس في الاعتقاد في الاسباب الى ثلاثة اقسام ماذا نعتقد في الاسباب؟ قسم من الناس شركة كبر وقسم شركة صغر وقسم صحيح نبدأ بالصحيح الصحيح أن نعتقد ونجعل ما جعله الله سبحانه وتعالى سبب سببا الله سبحانه وتعالى جعل لنا اسباب شرعية واسباب حسية الله سبحانه وتعالى جعله الله سبحانه وتعالى نعم مثال مثال هذا الرجل عنده ألم في بطري مثال ماذا يصنع يأخذ بالاسباب ذهب واشترا شيء من النعنا نعم وضع ماء حق وشارب هذا سبب حسي أو ذهب الى السيدلية واشترا دواء وبسم الله وشارب نعم 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 هذا سبب حسي محسوس نعم أو سبب شرعي وضع يدي على بطني واخذ يقرأ الفاتحة مثال نعم 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 هذا سبب شرعي نعم هذا صحيح القسم الأول يعني يعتقد ويجعل ما يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب إما حسا كالدواء أو شرعا كاقرأة الفاتحة نعم 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 هذا سبب صحيح نعم ثاني بعض الناس يضع على البيت أو على السيارة أو على الوحلات أشياء منها دعون يضع رأس نعم نعم يضع رأس مثل.. يضع رأس ثو مثل.. نعم.. في الأن بجانب أو أشد هذا هو نعم .. أو.... ثئب هذا هو عرقة أو سمك هذا هو بلق أو عين هذا هو قوز هذا هو خارج الزرقاء مثل هذي قريب أمين هذي نعم يا إلى أين نرى نعم سأقول هذي هناك كف نعم أو كف أو أكرمك الله القديمة يضع السيارة وعند باب البيت يضع أشياء من البحر أو يضع خرق سوداء أو يضع بعض الأشيار خاصة مثل هذه أو يكتب كتابات لماذا تصنع هذا؟ أو يضع حافراً للفرس قطعة الحديدة لماذا تضع هذه الأشياء؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى أسباباً لدفع العين قال هذا الأشياء الثالث الذي يعتقد أن هذه الأشياء هي التي تنفع تظهر من دون الله يقول هذا رأس الثور أو هذه العين أو هذه الخرج أو هذه الأشياء هي التي تدفع الجن والشياطين يقول هذا الشرق هذا الشرق النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت والأولاد والدواب نعم وضع هذه الأشياء لا من يحفظ لنا هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الأشياء أعداد الأشياء هذه الأشياء الآن أرى الأشياء أيضاً لن تحمل المتقلة فتح الأشياء الآن نستعد الناس حيند الفيدي dries حينثوا رأسوا من حب atه سبحانظوا يقفت لهذا سبحانظوا لا يزال على الرجاء شكرا